فكرة بقى النعش بقى النعش ده من الافتكاسات التي تدر بالأمة وتدر بسمعة الإسلام اللي ورد عن سيدنا صلى الله عليه وسلم ورد في المعنى ده حاجات عن سيدنا اللي ورد عن سيدنا صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا كان صالح والميت بيبقى معاجي بأس كده عارف وراح فين من لحظة الوفاة لحظة طلوة الروح خلاص بيشوف كل شيء لحظة الروح دي دي لحظة النطق بالحكم الملائكة بتجيله إذا كان مرحوم تبقى ملائكة الرحمة ومش معنى أنه مرحوم أنه ما يجلوش سكرات الموت ممكن يكون من أعظم المرحومين عند الله لكن سكرات الموت جاءت لتخفف صحائفه في الدنيا لذلك عند الله نرقيه سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يعاني من أشد سكرات الموت كان عنده حمى صلى الله عليه وسلم قبل الموت تذهب بوعيه صلى الله عليه وسلم ولا تذهب بقلبه لأن قلبه دائما مع الله فكان يفيقه ويضع يده في الماء ويقول إن للموت لا سكرات ائتوني بفاطمة شوفيه هو في سكرات الموت برضو بيصل رحمه يأبى أن يلقى ربه قبل أن يرى ابنته بشيء لك أنا حالف ما تخش عليها يوجوزها اه أنا مواصي ائتوني بفاطمة سيدنا نبي فين يا ستة لمية في حجرة السيدة عائشة السيدة عائشة كان بينها وبين السيدة فاطمة شوية كده لأن السيدة فاطمة كانت زعلنة منها لأن السيدة عائشة كانت شايفة أن هي الحبيبة الأولى والأخيرة في حياة سيدنا نبي ممكنت دايما تقول لها ما تزوجها أباكي بكرا غيري المهم سيدنا نبي سواها الخلاف لكن في القلب في القلب فسيدة فاطمة أبوها في حجرة سيدة عائشة ما تقولش أبدا والله ما دخل عليه وعند عائش ده بابا بيموت فتجري جري على سيدنا صلى الله عليه وسلم ولما تجري على سيدنا البنت دي أم أبوها فتنكفئوا على صدر رسول الله فيامي شوف سيدنا نبي في اللحظة دي أنا خطبت خطبة جمعة كده عن آخر سبعة أيام في حياة النبي وتوبة مش هكتوبها تاني ليه ما ردت بعدها ما أطرش تعبت ما تستحمليش سيدنا نبي في اللحظة دي لا يقوى على الكلام فيهمس في أذن فاطمة فتتح بعد ما كانت بطاعة فتبكي بكاءا شديدا فسيدنا نبي يقبأ أن يشوف بنته حتة منه تعيط فيوش وشتين فتضحك يعرفه بعدما سيدنا نبي سعصانا يلتحك برفيق الأعلى إنه لها لقد حان الأجل يا فاطمة فبكت أول فقال وأنت أول لاحقين بيه من آل بيتي ست شهور وسيدة فاطمة لاحقت بأبيها الفكرة بقى أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل إذا كان صالح ووضع في النعش والناس يسيرون به بيقول بصوت لا يسمعه البشر قدموني قدموني فإني أشتاق إلى أن ألقى ما أعده لي ربي محدش بيسمعه وبالمناسبة النعش ما بيكونش خفيف ولا حاجة عادي بوزنه إذا كان هذا الرجل غير صالح وخلاص بقى الملايكة بتقول العذاب جم وقلونه تعالى ده أنت خلاص وشف مكانه بيرى رؤية حقيقية بمكانه فيقول أخروني أخروني فإني من المعذبين ويسرخ صرخة لو سمعها ابن آدم لصعب يسمع من العلماء بيقولوا إن الحيوانات الأطط والكلاب لها قدرة في السمع أقوى منه يسمعها الحيوانات ولذلك من الصعب جدا تجد جنازة فيها حيوانات من الصعب ينصد ده مفهوم للحيوانات ده بيوقع حديث رسولي يا صلى الله عليه وسلم أما لإيه اللي حصل في قصة الموضوع بتاع النعش ده أنا أقولك بقى بحسابات هندسية مش بحسابات دينية النعش ده بسضبط عامل زي المبنى اللي مبني على شدادات مش على أعمدة المبنى اللي على شدادات يعني هو النعش إحنا اللي شايلينه أيوه فإحنا الشدادات بتاعت النعش الشدادات بتسمع في بعضها يعني لو واحد اللي قدام ده بطأ رجله شوية لازم يسمع في الوراء فاللي وراء مش هيعرف ما ينفعش واحد هيجري واحد هيبطأ هو مش مدي حسبان إن هيحصل حاجة تعرك الحركة النعش فاللي يحصل إيه ستة لمية بكل هدوء و بكل بساطة يا النعش يقع يا الاتجاه بتاع المشي ينحرف فاهماني يعني لو أنا يمين لو أنا شايل قدام عليهم بنشوفها ساعة الزامية مفتلفة فتلاقيه 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 هو دي التربية كان سيدنا ما نروح ما ينفعش نروح بعد الظهر نروح من الظهر إلى عصر عشان يضمن إن احنا صلنا الظهر والعصر معاه واللي سمع مننا وخلص يقول روح يدفن وانت راجع تعدى علي عشان ما نزوغش اللي ماشي بقى في الجنازة ده حضرتك اللي شايل قدام لو بطأ رجله هيسمع في الوراء لأن الحز بتاع النعش هيخبط فيك يدفع فاللي وراء بيدفع فاللي قدام لازم يحود لو اللي وراء شد النعش دي أخطر بقى ليه لأنها هيتزحلق من على كدف اللي قدام فهما بيبقوا موصيين ناس عيب يا أخوانا عيب يا مسلمين ما يصحش ما تعدش تتخلقوا وتشدوا من بعض ما يصحش عيب ولسه فيه ناس بتصدق ما يصحش لن يرى الإنسان حسابه أي إنسان